التسعة صباحا في القاهرة مجازل اخبار اهلا بكم تتواصل اليوم الثاني على التوالي فعالية مؤتمر النمو الشامل الذي نظمه صندوق النقد والبنك المركزي المصري وخلاء كلمتي في افتاح المؤتمر اكد رئيس الوزراء الشريف اسماعيل ان برنامج مصر الاصلاح الاقتصادي اسمه بتحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة اشهدت بها مؤسسات التصنيف الاعتماني العالمية يشيع اليوم في جنازة عسكرية مهيبة جثمان السياسي خالد محي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 52 مؤسس حزب تجمع الذي وفته الملنية امس بعد صرع طويل مع المرض وانعط رئيسة الجمهورية في بيان لها مشيرة الى ان الفقيدة كانت له اسامات قيمة على مدار تاريخه اعلن الجيش الليبي انطلاق عملية عسكرية موسعة في ساعة الأولى من صباح اليوم لتحرير مدينة درنة من قبلة الجماعات الارهابية طلب الجيش الليبي اهالي درنة بدعمه خلال عملية تحرير المدينة نفت الامارات وجود اي مطام علىها في اليمن او في اي جزء منه واكدت الخارجات الاماراتية ان ابو ظبي تقوم بدور متوازن في جزيرة سقاطر اليمنية للحفاظ على امنها واستقرارها متهمة تنظيم الاخوان الارهابي بشن حملات مغارضة فيما يتعلق بالجزيرة لتشويه دور الامارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي تتواصل عملية فرز الاصوات في الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي يجريت المرة الاولى منذ العام 2009 بلغت نسبة المشاركة اكثر من 49% وكشفت النتائج الاولية عن فوز حزب الله وانصاره باكثر من نصف مقاعد البرلمان نهاية المجازر الاخبار شكرا لكم وإلى ملتقا